بالنسبة لنادي الزمالك فامام عشور توقع عرضاً للاحتراف في الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والزمالك بيدرس رحيل اللاعب خلال امريكاة الحالي في حال نجح في تضم احمد القندوسي لاعب نادي وفاكس طيف الجزائر يعني لو هتضم احمد قندوسي هوافق ان امام عشور يخرج لو ما عنديش القندوسي فانا مش هوافق واكلم بصوت نادي الزمالك مش هوافق ان امام عشور يخرج ليه لاحتراف طيب بالنسبة لأحمد قندوسي الزمالك بيضع خيارين امام وفاكس طيف للحصول على اللاعب الجزائري الخيارين هم واحد ناخده اعارة لنهاية الموسم بنية الشراء الخيار التاني انه الزمالك ياخده بيع وشراء ياخد اللاعب بشكل نهائي ولكن تقسيط او زمالك بيشتري التقسيط قيمة الشراء في الحالتين فاكس طيف لسه ما وفقش لا على ده ولا على ده طيب اشتركوا في القناة